السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 26 ثمانية آب أغسطس طبعا القمر رح يظل في برج القوس لغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر يعني من الساعة وحدة وأربع دقائق من اليوم السبت بانتقل القمر وبصير في برج الجدي ورح يظل القمر موجود في برج الجدي حتى تمام الساعة 2 و 31 دقيقة من عصر يوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو طبعا القمر الآن موجود في برج القوس زي ما ذكرنا ورح يظل لغاية ساعات الظهر في برج القوس فعشان هيكم نشعر بالابتهاج ونجد الناس أكثر مرحا وننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا على عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوس عن اقتراض المال أو دراسة لغة جديدة أو الاستمتاع بهواي ماء أو تجربة الحظ أو التخطيط لرحل ماء أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة سبعة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي يعني عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع من شك وغيري وأفكار سودة وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 11 و55 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكم بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا هاي الفترة بتجعلنا عدوانيين كثير الصمت مبغضين للنساء بتزيد من خيالنا تدفعنا لأقصى الحدود السلبي بتسببنا خصومات مع النساء وبرضو يستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلق للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة خصوصا على المستوى النفسي بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 11 و55 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة وحدة وأربع دقائق بعد الظهر لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي هذا بيعني أنه هاي الفترة تقريب الساعة وعشر دقائق لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة وحدة وأربع دقائق بعد الظهر القمر خلاص بنتقل وبصير في برج الجدي عشان هيك من ساعات ما بعد الظهر منعود لطبيعتنا الجدي منحاول إنجاز عمل متراكم نجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاوم أو على البعض منا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفة أثرية أو البدء بحمية أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالتأمينات يعني شركة تأمين عقد تأمين عمل تأمين مراجعة شركات التأمين أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية طبعاً راح تكون ذروتها الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي طبعاً الزاوية راح تكون ذروتها الساعة سبعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج من واجه مصاعب عرقي لبتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلاً من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة من كون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة ميالين للاكتئاب أو للكآبة وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بظل اليوم في نشاط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيماً لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها برضو بيكون في نوع من أنمع النجاح والحض في حياتك العاطفية والعائلية أما من ساعات الظهر بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضطر أو بتضغط عليك بعض المسئوليات أو ممكن أنك تواجه أمر صعب ومعقد عشان يقدر تلتزم بمسئولياتك وتعتبر برضو فترة واعدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة لغاية ساعات الظهر سارع في تهدية الأجواء هي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي أما من ساعات الظهر وما بعد بتنشط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وبرضو بيكون لك لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب للسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة ناجحة بأمر ما أهم شيء برضو تتحرك على مختلف الأصعد في الفترة القادمة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا اليوم لغاية ساعات الظهر مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وهذه الفترة التي هي السلبية فيها أن القمر ما زال موجود مقابلك لأن طاغتك ضعيفة وبالضل الفترة هاي ضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم وتقدروا تدخلوا التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم بيطمئن بلكم وبتفرحوا لتطور ما وتعتبر هاي فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بدكت تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بدكت تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم لأن القمر بدأ بمراحل المقابلة فعشان هيك غذاءكم وراحتكم هم المهمين خلال هاي الأيام بدكت تكون منظمة تحسن إدارة عملك وتحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك لا تأجل ولا تماطل أعمالك حتى لو اضطررت للعمل لوقت إضافي أما من ساعات الظهر فهنا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم بدكت تحافظوا على هدوكم ما ترتجلوا أي كلام ما توجهوا ملاحظة لأنه خصمكم قوي وما بيرحم وبرضو تحمل هاي الأيام القادمة ارتباط مهم فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء عصابك وحاول إنك ما تكون عدائي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترى إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فلا تهمل الواجبات وخصوصا العائلية ومع الأحباء وحاول إنك تصحح الأخطاء أما من ساعات الظهر وما بعد بيتراكم العمل لديكم أهمش إنه ما تهملوا صحتكم وحاذروا من التعب الصحي والتقلبات يعني أو ممكن تعب صحي أو جسدي يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة أو تشعر ببعض التوتر برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية لا تتهرب من المسئولية تجاه العائلة لأن الأجواء عدائية ومتوترة وبدك تراعي وضعك الصحي بشكل جيد أما في ساعات ظهر وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم وبتفرحوا لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة وبتتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لإلتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات وهذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار طبعا بتدعمك الحضود وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء اللطيفة وممكن تحملك لقاء عاطفي أو مصالحة وورشة عمل لتأهيل قدراتك أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتفضل الأجواء البيتية والعائلية أهم شنك تلطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك أو غضبك أو ردات فعلك فحاول ضبط العصاب وما تخالف القوانين واحترم المواعيد والتزماتك المهنية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر بظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حاضرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح أما من ساعات الظهر فهنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر هاي الفترة فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولأسمع صوتك وممكن تقوم برحلة عمل اتحرك يعني بنشاط عالي جدا اليوم وممكن برضو يصير عندك تحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اصدقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية طبعا هاي الساعات بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود فعليك إنك تتحلها بالحكمة والواقعية في حل بعض الأمور وبتشتد عزمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر أما من ساعات الظهر وما بعد وأنا بتعيد تنظيم ميزانيتكم أهمش إنه ما تغامروا بأموالكم هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة أنتوا بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الإنتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بتظلك حاسس إنه في هدوء على مستوى طاقتك أو ممكن تصل لحد الركود أيضا وممكن تلغي مشاريعك أو موعدك أو تلتغى وحدها أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم مش إنك ما تحسم أي أمر لأن الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق واليوم ممكن يجيك خبر سار برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة التتسعى الآفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما وبتعزز شعبيتك وبتحصد الأرباح بتفرحوا لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبكم وبتخف الضغوط وبيطمئن بالكم وتعتبر فترة ممتازة أما من ساعات الظهر وما بعد هنا القمر بوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مكان عملكم ولكن بتكت هدء من روعكم وما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتلتق الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا على حسب شو بتشتغل يعني أو كيف حياتك وبتكثر عندك الاتصالات والمواعيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء